دايماً كرة القدم المصرية مظلومة شوية في حتة التأريخ إحنا لسه بنبتدي وبدأي أنه يبقى عندنا انتاج كويس من الكتب الرياضية اللي فيها توثيق لتاريخ الكورة لكن إحنا عندنا منتخب بيلعب كورة بقاله أكتر من مئة سنة يعني إحنا منتخب أول مباراة لعبها سنة 1920 يعني 104 سنة فالمئة سنة دول المنتخب بتاعنا حصل إيه وإيه والمحطات المهمة في تاريخ منتخب مصر كل ده جزء مثلاً لوحده محتاج تاريخ وتوثيق ونتكلم من اتحاد الكورة المصري مئة سنة عندنا اتحاد كورة التفاصيل دي كلها نلقى النادي الأهلي برضو نادي الزمالك الانديها الشعبية الكبيرة معظمها تأسس في الجزء الأول من القرن العشرين يعني كلها بتحتفل بمئوياتها على مدار الكام سنة اللي فاتوا ففيه فرصة كبيرة قدامي الكتاب أن هم يشاركوا في فكرة التوثيق والتاريخ الرياضي للمرحلة اللي جاية كتير جداً عندك مجالات كتير جداً وأفكار كتير جداً الناس تقدر تشتغل عليها أعتقد أنه مرحلة المئة سنة اللي فاتت في الكورة هي تنقلت من أنها فكرة شوية ناس بتلعب كورة لصناعة حقيقية لها محدد ولها أركان ولها استثمارات على مستوى العالم بقت بتأثر كمان في صناعة القرار بقى لها أبعاد اجتماعية أبعاد اقتصادية كبيرة هو ده اللي يترصد خلال المئة سنة اللي فاتت من عمر الكورة بقى لها حقت